على هذه المساحة تجتمع مؤسسات التعليم العالي المحلية والإقليمية والعالمية لتعرض للطلبة والزوار خيارات التعليم العالي في الكليات والجامعات في سلطنة عمان وخارجها حيث تشارك في المعرض مؤسسات تعليمية من دول عدة كالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والإمارات والهند وكندا وماليزيا والأردن وقبرص وألمانيا وإيران وغيرها من الدول هذا المعرض نحن نعوّل عليه كثيرا ومثل هذه المعرض لماذا؟ نحن نريد طلبتنا وطالباتنا أن يتعرفوا على المؤسسات تعليمية من قرب قبل حتى بداية الانتهاء نقول من التعليم الدبلوم والتعليم العام كي يتعرف الطالب يكون يرسم في باله خريطة يكون تعرف على المؤسسات وهذه المعارض تعطينا الفرصة أن طلبتنا يتعرف على المؤسسات تعليمية وبرامجها واشتراطاتها ومتطلباتها قبل ما هو ينتهي من العام الأكاديمي معرض إديوتراك سنويا يكون موجود في السلطنة وواحدة من أهم الأشياء أن الطالب يتعرف أصلا إيش هي الكليات المتوفرة في السلطنة وإيش البرامج المتوفرة لهذه الطلبة طبعا كثير من الطلبة قد يكون عندهم المعلومات ولكن ممكن ما قد تهم الفرصة أن يلتقوا بموظفين في هذه المؤسسات أو حتى أكاديميين يقدر يشرحونهم أكثر عن التخصصات التي قال سيني بحثوا عنها أو حتى التخصصات الجديدة المؤسسات التعليمية المشاركة في المعرض توفر للطلبة والزوار المعلومات والاتشارات والنصائح المناسبة حول الفرص الدراسية والتوجهات المهنية الأنسب لهم وسيساعدهم ذلك في اتخاذ القرار الدراسي المناسب مشاركة كلية عمال السياحة في هذا المعرض يعطي فرصة للكلية لعطي خصوصات والبرامج التي تقدمها الكلية في مجال الكطاع السياحي خصوصا من قبرص إلى عمان لحضور ثلاثة أيام المعرض انترنشنال الدولي طبعا بعمان لحتى نكون بتواصل مباشرة مع طلابنا ولحتى نقدمهم أفضل الخدمات والمعلومات توصل لن تكون دقيقين نوصل توصل معلومتنا بشكل مباشر للطالب مباشرة وأقيم معرض التعليم العالية التدريب وتطوير الموارد البشرية إيدوتراك عمان ليكون جسرا يحقق التواصل بين الجامعات المحلية والدولية من مختلف دول العالم والطلاب الراغبين في الدراسة الجامعية بالإضافة إلى الزوار الذين لهم ميول لرفع مستوى دراساتهم العليا المعرض هذا سيستمر بفعالياته لمدة ثلاثة أيام متتالية وسيكون مفتوحا لزوار في الفترتين الصباحية والمسائية إبراهيم بن سالم الهادي من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمحافظة مسقط ترجمة نانسي قنقر